سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية 1414 إصابة كورونا جديدة خلال 24 ساعة ليرتفع عدد الإصابات النشطة إلى أكثر من 27700 ووفق معطيات الوزارة ارتفع عدد وفيات كورونا إلى أكثر من 405 عقب تسجيل أربع وفيات جديدة خلال ساعات قليلة ووصل عدد الإصابات الخطيرة إلى 238 منهم 62 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي أما في البلدات العربية تصدرت رهات الإصابات ب465 وسجلت النقب 302 حالة ثم 243 في باقة الغربية وفي كفر قرع 170 إصابة